السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي بكم وعملين ايه؟ قبل ما نبدأ فيديو النهاردة لو انت اول مرة تشوفني انزل تحت في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلها كل جديد لازم تشترك يا جماعة عايزين نوصل لتنين مليون مش هوصل بتنين مليون غير بالناس اللي بضهري بتدعمني وتمالي وقفة معي وبتابع لي كل اخبار بجد انا بحبكم قوي في ناس يا جماعة من غير ما اتكلم بتعمل لايكات من غير ما اقول كومنتات بلاقي كومنتات الدنيا باسم جيش اكريمي هجرة هدين الناس بقى اللي انا بحبها وكررت النهاردة عمل لهم جايزة حلوة الجايزة دي ان انا النهاردة في موبايل ايفون برو ماكس يابني انت وهو يا بنت انت وهي مستنيين ايه بقولوكم ايفون برو ماكس يستلم الجايزة دي الجايزة دي من الفيديو اللي فات السراء كانت عاملاها وانا قلت لكم انزلوا تحت في الناس دي مهم جدا تتابعوها لان الناس دي بتقدم كمان جوائز كل شهر فكل اللي هيخش يدعيمهم هو كسبان مرتين كسبان ان هو اشترك زي ما انا قلت له عشان يخش على صاحب الايفون اللي هاعلن عنه بكرة في الفيديو بتاع بكرة مين الكسبان والحاجة التانية ان حضرتك النهاردة هتكسب برضو جايزة من عندهم خشوا حالا نشتركوا يلا بينا نبدأ فيديو النهاردة علشان النهاردة ضرب نار فيديو جيد مختلف يلا بينا يا كيش اكرامي فيديو النهاردة كان نفسي عمله من زمان جدا عرفت النهاردة رتب وخطط ونفز واعمل كل حاجة وانزل اشتري الاخ اللي مدوخني ومطلع عيني وشايله واتقل مني اكسم بالله تاني اهوريك وانا كبتي ميني النهاردة معانا الاخ المتكيز ده ازاك يا كبير عامل يا حبيبي وحشني يا ربما طبعا كل الناس دلوقتي متوقعة ايه اللي انا هعمله في اسراء انا النهاردة قررت اعمل المقلة ده في اسراء بكرة اولا عدملات فريدة عايز كل الناس تقول لي فريدة كل سنة وطيبة لان بكرة عدملاتها فاحنا برضو هنعمل لكم حفلة لو انتو عايزين نعمل لفريدة حفلة كبيرة اوي اكتبوه لي هنا وعملوا اكبر عدد لايكات عشان اعرف ان انتو بستميهين الحفلة بتاعت فريدة فانا جبت الفريدة هدية المفروض ان اسراء شفتها وعارف ان انا جايب لها هدية عشان نحضر ونعمل فيديو الحفلة بتاع فريدة بكرة المفروض انا جبت الدب دوب. هنعمل في ايه بقى? اسرق عمرها ما تتوقع ان انا همسك الدب دوب وفرمو. وكده خلاص كنت قطعت لكم الدب دوب وفتحت بطنه. لكل ست بيت لكل حد عنده دب دوب ومحتاج يعمل عملية انا جماعة بقى اعمل عمليات. افتح يالا. كده الدب دوب بتاعنا كان عنده بس كان محتاج عملية بواسير زغيرة عملت له عملية البواسير الحمد لله وسلام. هو بس الدب دوب بسمعش الكلام. ها? انت يالا هتعمل في اسرق انا ها? عايزة بتطلع عين اسر بطء انا عايزة تجري. طب بصوا ليه يا عمي. يا جماعة بخاف منه هو ربه هو وساكن. تعالوا بقى اموريكم اعملت ايه فيه? طبعا هنا يا جماعة بس الدب دوب كان عنده عملية اه فكرات. فانا شرت له الفكرات الوسطى كلها. اه زي ما انت هو وفينه ورجله عمله ازاي. محتاجين بس انطلع مصارينه عشان الموضوع يكمل ويبقى معانا فير. يا لهوي طلع مصارينه. الحالة دي هي اصعب مرحلة في حياتنا وهي مرحلة طب دي دي الدب دوب. بص يا اسرق انا انا عايز اقولك على حاجة. والله عظيما عشان اعمل فيك المقلب ده خسرت مخ ودني. وخسرت حشو عظمي. يا لهوي ايه ده? ايه ده بس ده? ايه ده بس ده? ايه ده دوبك الاكل وااكل الناس? استنوا بس. عشان يبقى الموضوع كده يا جماعة مسبوك ومحبوك كده يبا احنا عارفين بنعمل ايه? عشان عايزين نخلي اثر لاي حاجة? عشان اسرق ما تاخدش بالها. طبعا بقى لي خمس دقايق بفضل في ام الدب دوب. الدب دوب تحس ان هو واكي كل الحاجات بتاعت البتاع. بصوا فضلت بطنه. يا امي. يا مصاريني. فاكرين فيلم احمد حلمي? لما الدب دوب لبسه بجد انا الدب ده هممكن يلبسني بجد. يهتي. الموضوع صعب اوي. الموضوع بجد هوريكو دلوقت انا عامل ازاي? استنوا. دي مرحلة الاولى. عمالين نلبس اهو الدب دوب. يا محلة الدنيا وانا جنبك. تماعة. انا عايز اقول لحاجة بس. ان اسرق مش هيغم عليها. اسرق ممكن تولد النهاردة. فانا باولدك. بحاول يا بنت يلعب معاكي. توقع رد فانا اسرق هيكون عامل ازاي? انا خايف. جدا. جدا جدا. بس هخاف من ايه? هخاف من ايه حق كامل? هخاف من ايه? وصلوا للفيديو ده الاكبر عدد اللايكات وياله عشان نحط الكاميرا. عشان اسرق المفروض ان هي جاي. وربنا يستر عليها. ما تولدش وين انا. دلوقتي خلاص المفروض ان انا جاهز ومستنى اسرق تطلعلي. اللي انتو شايفينه ده? وربنا يا اسرق ما هرحمك. يومي 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 يومي. اطلع. يلا ربنا. لحاجة هم اسرق يا اسرق. اشتركوا في القناة 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 استرق 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 كما احسرى ما بتفقش استنو استنواعشان اسرق مش بتفوق استنو واحدة استرق استرق فوق يا اصرق استرق والله يلا قلب بعومر فيك اسرق. اسرق ده ملتب معمولة في جهة اسرق. اسرق. اسرق لجمعه طريباً من اسرق ام عليها. هفتح تاني. هفتح تاني. سلام سلام سلام. سلام سلام. هضمع شوية دلوقتي. تمام. ماشي. ما يفريني الشوية بتاعتك. اهي. احنا نحطها يا جماعة بس ربنا يستر عشان ملتعش. عشان ايه? ربنا يستر عشان ملتعش. لا مش هتلاسح ما تخفيش. متخفيش ع نفسك قوي كده مش هتلاسح. ربنا بيقول لي كده طبعاً ربنا يبقل لازم خفا نفسينا صح. عشان ربنا يا حسيتنا على صحيتنا. عشان هنا في اه رمضان وكده وكده. ترجمة نانسي قنقر